اشتركوا في القناة تقول الاخت الرائية انا كنت محتارة بامر حركة طالبان اذا كانوا هم اصحاب الريات السود الذين سيحررون بيت المقدس حتى رأيت يوم الخميس الماضي رؤيا وهي عبارة عن صوت يقول لي ان ما تبقى من طالبان بعد الهدى هم من اصطفاهم الله لتحرير بيت المقدس فما رأيكم في الحقيقة هذه الرؤية هي رؤية قصيرة تحمل خبر لان الصوت في الرؤية هو عبارة عن خبر او بشارة يقول هذا الخبر او هذه البشارة ان ما تبقى من طالبان هم من اصطفاهم الله لتحرير بيت المقدس في الحقيقة تأويل هذه الرؤية تأويل واضح ولكن اريد ان اعقب واقول ان هذه الامور من الامور الغيبية من الغيبيات وانا قصت ان انشر هذه الرؤية لكي اقول لا يشترط ان يكون الرأي يكذب في هذه الرؤية ولا يشترط ايضا ان تتحقق هذه الرؤية فان الرؤية لربما تكون امنية وهو ما نسميه حديث النفس ولربما تكون رؤية صالحة من الله ولا شك ان هذه الامور من الامور الغيبية من سيحرر بيت المقدس هذه من الغيبيات ولكن اليقين انه سيحرر وانه سيحرر على يد المسلمين هذا هو اليقين اما تحرير بيت المقدس وقت ومعاد وكيفية تحرير بيت المقدس هو من الامور الغيبية التي هي اقرب للغيب من الواقع ولذلك جوابي وتعليقي للاخت الرائية التي ارسلت هذه الرؤية نقول لها لا يهم من سيحرر بيت المقدس مش مهم الاشخاص ولكن الاهم كيف سيحرر ومتى سيحرر والمهم انه بوعد الله سبحانه وتعالى سيحرر بيت المقدس هذا هو المطلوب وده اللي احنا لازم نركز فيه ونتكلم عليه الاشخاص مش مهم اهم حاجة ان يتحقق النصر والتمكين للاسلام والمسلمين كانت هذه الرؤية لها مذاق ونوع خاص فاردت ان ابينها واوضحها لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا مع رؤية جديدة غدا باذن الله نقوم بعرضها وتأويلها ان شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا